كابتنو سامة مبروك النادي الاهلي تغلب على سيمبا وتغلب على الإصابات والإيجاد وحرارة الجو وظروف اللي كانت محيطة بالمباراة ما فيش شك طبعا مبروك لكل منظومة النادي الاهلي نتيجة تعتبر كبيرة انك انت في ذهاب وعودة بتكسب خارج ملعبك 1-0 ولكن احنا قلنا ان المباراة دي بتعتبر شوتين شوت 90 دياناك وشوت 90 ديان شوالله تاني في القاهرة وقلنا المطش حتى لو النتيجة ما خلصتش كده مش هيبقى محسوم لغير في المباراة التانية سواء الاهلي كان كسب سواء الاهلي كانت عادل سواء الاهلي كان خسر سواء هم كانوا كسبوا يعني اي نتيجة قلنا المباراة التانية هي اللي هتحسب وده الواقع هي صحيح النتيجة دي نتيجة مهمة وهتعمل ضغط على سيمبا وهتدي لك انت اريحية ولكن لسه برضو المباراة لم تحسم بعد النهاردة يعني انا بعتبر ان مصطفى شوبير سبب رئيسي انه النتيجة تطلع بهذا الشكل وطبعا في اكتر من لعيب بهذا الجود كبير ولكن مصطفى شوبير كان سبب كبير النجوم مباراة ما كانش نجم المباراة اتقان بالنسبة لعيبة سيمبا في انهاء الهجمات لان هما اتخلق لهم فرص كتيرة جدا وانت ايضا اتخلق لك فرص كتيرة جدا انت قدرت تستغل واحدة وكان ممكن لو قلنا لو لو لعيبة نص الملعب كانت مسيطرة على اللاعب شوية شوط الاولاني قلنا بنفقد الكرة بسهولة قوي لو الكرة بتروح مظبوط لبرسي تقوي حسين الشاحات ومودست وسيطرة على وسط الملعب كان ممكن توصل للجوم كتير وده حصل في الشوط التاني بعد التغييرات صحيح لانه فرقة سيمبا بزلت جود كبير قوي في بداية الشوط عشان تتعادل ابتدى يحصل تعب وطراخي قاله بدنيا وكمان مع تغييرات اللي حصلت بنزول افشا وطاير وريدا سليم وعملوا حيوية وكهرباء عملوا حيوية ونشاط فالشوط التاني الى حد ما الشكل تحسن افضل من الشوط الاولاني ولكن انت خدت يعني انت عرفت من اين تققل الكاتف واستغلت فرصة من الفرص اللي جاتلك وزي ما قلتلك انه شو بير كان عامل كبير انه النتيجة تطلع كده والحمد لله برضو في رعونة واستعجال كبير جدا من فرقة سيمبا في انهاء الهجمات هما بيستحوزوا بيسيطاروا في نص الملعب ولكن ما عندهمش الاتقان والدقة في التلت الاخير هاني النهاردة انا عجبني من اول الشوط من اول المتش يعني من برضو من نجوم المباراة اكتر من لاعب يعني متخلص الكلام كله لسه هنتكلم اه كوكا بزل جهد كبير يعني في ناس في ناس بزلوا جهد كبير لكن هي نتيجة الحمد لله مرضية وان شاء الله عبالى الاتقان ان شاء الله اشتركوا في القناة